موسيقى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هدية وسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم إلى يوم الدين أما بعد شاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم في لقاء إيماني جديد نعيش فيه مع أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم مع رفقة اكتسهت وجوههم بالأنوار فنقلوا هذه الأنوار إلى الدنيا كلها صافحت عيونهم أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم وتشربت قلوبهم من معين الوحي وهداية السماء فنقلوا إلى الدنيا أنوارا ملأت الدنيا حقا وعدلا تحدثنا عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق عن ثاني اثني وتحدثنا بعده عن الفاروق عمر شهيد المحراب الرجل الموفق القرآني الذي يتنزل القرآن وفق كلامه الذي كان وزير صدق للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم كان وزير صدق لخليفته الصديق جاء بعده بعد أن لحق بربه شهيدا أمير المؤمنين عثمان ابن عفان الذي فاز من النبي صلى الله عليه وسلم بل فاز من الدنيا بما لم يفز به أحد فليس في الدنيا رجل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تستحيي منه الملائكة إلا عثمان وليس في الدنيا من تزوج بنتين بي إلا عثمان أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رصد ماله من يوم أسلم إنفاقا في سبيل الله وأوقف حياتهم في كل ما يرفع وينفع الناس لو أنك سألت سائلا فقلت لهم إذا أردنا أن نعرف حياة عثمان من البداية فكل إنسان له ميلاد زمان ومكان ولد عثمان رضوان الله عليه وهو القرشي في الطائف والطائف لها ما لها من مكانة عند قريش هي إحدى القريتين ورد في القرآن الكريم وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله تبارك وتعالى ينقل لنا ما قاله كفار قريش كيف يترك الوحي ويترك الله ويترك القرآن عظماء القريتين مكة والطائف ويأتي إلى يتيم أبي طالب أهم يقسمون رحمة ربك فالله تبارك وتعالى هو الذي يوزع الحظوظ على العباد كيف يشاء فاختار نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون هاديا للدنيا كلها سيدنا عثمان رضوان الله عليه جدته لأمه من بني أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عبد المطلب من بني هاشم سيدنا عثمان رضوان الله عليه أسلم يقول إن لي في الإسلام أني كنت رابع أربعة أربعة الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث حضرات الحبيب صلى الله عليه وسلم كان رابعهم سيدنا عثمان رضوان الله عليه أسلم سيدنا أبو بكر الصديق من الرجال أسلم سيدنا زيد بن حارثة من الموالي أسلم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه من الصبيان أسلمت أمنا خديجة من النساء فكان هؤلاء هم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله فلو أخرجت منهم أمنا خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها لوجدت أن سيدنا عثمان كان الرابع في زمرة من آمن بالله تبارك وتعالى أسلم بدعوة سيدنا الصديق قديما حين كان بينهما تجار فجلس الصديق بعد أن هداه الله تبارك وتعالى للإسلام أخذ يدعو من يثق فيه من أصحابه فكان من آمن بدعوته عبد الرحمن بن عوف كان من آمن بدعوته الزبير بن العوام كان من آمن بدعوته أكابر التجار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن سيدنا الصديق رضوان الله عليه له ممن آمن بدعوته من المبشرين بالجنة خمسة من العشر سيدنا عثمان جلس مع الصديق فدار بينهما حوار قال يا أبا بكر إن عمتي أخبرتني أن الله ابتعث محمدا بن عبد الله ليدعو إلى الله وإلى الحق وإنها سمعت ذلك وإنها تدعوني أن أنظر في هذا الأمر قال يا عثمان إنك رجل عاقل حكيم لا يخفى عليك هذا الأمر وهو الله فيه من الخير والهدى كذا وكذا وكذا فشرح الله تبارك وتعالى صدر سيدنا عثمان رضوان الله عليه وآمن بدعوت الصديق فلما هداه الله تبارك وتعالى للإيمان قال ماذا أصنع قال نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب سيدنا عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام وذلك قبل أن يدخل دار الأرقم بن أبي الأرقم يعني في السنوات الثلاث الأولى من بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا إن دلك على شيء فإنما يدل على صفاء هذا القلب عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما قال كنا عند علي بن أبي طالب أو جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فذكر عنده عثمان قال فذكر من مناقب عثمان سيدنا عبد الله بن عمر يذكر من مناقب سيدنا عثمان ما جعل عثمان كالقارورة النقية كالزجاجة النقية ليس عليها أي شيء مما يعكرها ومما يكدرها فلما ذكر عنده عليا ذكر من مناقبه ومآثره ما جعله كالقارورة نقاء وصفاء هذا إن دلك على شيء فإنما يدلك على عظيم ما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب تقية نقية يذكرون الحق لأهل الحق ويعرفون الفضل لأهله ويقرون بهذا الفضل أمام الدنيا كلها فسيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما الذي هو معدود من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتبعا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده أحد من أصحاب النبي كان يذكر له الفضل ولو جئت إلى ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف سيدنا عثمان أين مقامه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد أنهم كانوا يقدمون أبا بكر أولا وبعد أبي بكر عمر وبعد عمر عثمان وبعد عثمان علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا ونلتقي بعد الفاصل لنكمل كلامنا عن هذا الرجل العظيم رضوان الله أهلا ومرحبا بكم من جديد ما زلنا مع أنوار ذنورين عثمان رضوان الله عليه سيدنا عثمان كان أبوه تاجرا فلما مضى أبوه جاء سيدنا عثمان فتسلم هذه التجارة وكان قد مارسها قبل ذلك مع أبيه فكان تاجرا بارعا حتى إنه كان من أوسع الناس مالا وكانت هذه التجارة دائما بعد أن آمن وهداه الله تبارك وتعالى لأنوار هذا الدين كانت تجارته دائما في سبيل الله تبارك وتعالى ينفع بها فقراء المسلمين وأنفع بها ضعفاء المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ذلك مرارا كما سنأتي عليه في لقائنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زوج سيدنا عثمان من ابنته رقية فلما اشتد على المسلمين الإذاء في مكة خرج جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشتد علينا الإذاء فقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد فالحقوا به من أراد أن يلحق فليلحق بالحبشة فخرج سيدنا عثمان ومعه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهنا هذا مشهد عجيب أب يودع ابنته وزوجها وزوجها المحبب إليه سيدنا عثمان لما جاء ليخطب السيدة رقية فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسألها فقالت أنت ما ترى يا أبتي قال يا بنيتي هذا أشبه الناس بي خلقا يعني أشبه الناس بي خلقا يعني أخلاق سيدنا عثمان رضوان الله عليه تشابه أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلو أنك مثلا جئت إلى ولد فرح جاءك ولدك من المدرسة أو من الجامعة أو من مكان كان فيه مع أصحابه جاءك فرحا يكاد يطير فتقول له يا بني ما الذي أدخل عليك كل هذا السرور يقول له الله جاءني أستاذي الذي أحبه اليوم فقال إن هذا يشبهني حين كنت في مثل عمره إنه سيكون فما بالك بمن مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عثمان أشبه الناس بي خلقا تعالى إلى سيدنا عثمان يرحل فيودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتفت إلى أصحابه حين جمعهم المكان وبعد ذلك فيقول أول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوت أو بعد نبي الله إبراهيم عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله سيدنا عثمان رضوان الله عليه بعد الأنبياء سيدنا عثمان يظل في الحبشة زمانا حتى يعود مرة أخرى مع من عاد إلى مكة المكرمة ثم يهاجر سيدنا عثمان إلى المدينة المنورة يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظرت إلى سيدنا عثمان في هذا الحال تجد أنه غلب عليه خلق لو أنك أردت مثلا أن تنظر إلى زاوية الكمال في كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعان ستجد أن الرحمة والرقة وصفاء القلب وغلبة الخشوع كانت أظهر في أبي بكر الصديق فلو جئت إلى الحسب والعدل والضبط الفاروق عمر إذا جئت إلى الخلق من الحياء والانكسار وخوف ما يعاب ستجد سيدنا عثمان فإذا أردت العلم والشجاعة تجد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا لذلك تجد أن جانب الأخلاق من الحياء في سيدنا عثمان رضوان الله عليه كان غالبا عندنا أمنا عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها تروي لنا حديثا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي في يومي أو في نوبتي وقد اتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد رجله فظهرت ساقه يعني ساق النبي صلى الله عليه وسلم مكشوف مستريح في بيته فاستأذن طرق الباب من أبو بكر قال افتح له ففتح لأبي بكر فجلس يدعى حدث النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله على حال من عمر ادخل فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله فكان له حاجة فقضاها وسؤال أجابه قرع الباب من قالوا عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم واعتدل في جلسته ولم لم ثيابه أمنا عائشة تتعجب يا رسول الله دخل عليك أبو بكر وهو من هو فأجبته وأنت على حالك ودخل عليك عمر وهو من هو فأجبته وأنت على حالك فلما دخل عثمان قبضت رجلك ولم لم تثوبك فلما يا رسول الله قال يا عائشة رجل تستحي منه الملائكة ألا أستحي منه رجل تستحي منه الملائكة يعني بلغ في الحياء درجة كانت الملائكة تستحي منه سيدنا عثمان رضوان الله عليه سيدنا عثمان رضي الله عنه أرضاه شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا يوم بدر لماذا يوم بدر لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كانت السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم في شدة مرض فاستأذن عثمان أن يقيم جوار زوجته حتى يمرضها فأذن النبي له والأعجب من ذلك أنه معدود من أهل بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم له من الغنيمة وضرب له بسهم ليعلم الناس أن حضور سيدنا عثمان رضوان الله عليه في يوم بدر كان حضورا أقوى من أن يتواجد بجسده فقد بقي جوار بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضها ويرعاها ليدلنا على أن الرجل الوفي الذي يرعى كرامة زوجته ويرعى حرمة هذه العشرة ويحافظ على آل بيت رسول الله يرفعه رب العالمين تبارك وتعالى درجات فوق درجات فيعطيه الله عز وجل أجر المجاهدين الذين شهدوا بدرا ويقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة لنعلم أن الوفاء يرفع صاحبه وأن المعروف يذكر عند أهل المعروف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لسيدنا عثمان بسهم كأنه شاهد معه بدرا ويعده النبي صلى الله عليه وسلم بل ويعده أصحاب التاريخ والسير في البدريين الذين قال فيهم جبريل حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعد أهل بدر خيارنا خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في لقائنا الأول خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشرة أو من العشرة من شهد بدرا قال جبريل عليه السلام كذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة خيار الملائكة هذا فضل عظيم ومقام كبير سيدنا عثمان رضوان الله عليه لما لحقت السيدة رقية بربها تبارك وتعالى حزين كئيب يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ما يحزنك قال فقدت مصاهرتك يا رسول الله قال يا عثمان إني أزوجك أختها أو إني أزوجك أختها كيف ذلك كيف رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لابنتيه هذا ما نعلمه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل فتحه أهلا ومرحبا بكم من جديد يهاجر ذي النورين بزوجه إلى المدينة المنورة فتمرض ويأتي يوم بدر فيتخلف أو فينتظر مع زوجه ليمرضها إعظاما وإكراما لهذه العشرة فهي بنت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه وهي كذلك زوجه الوفية التي ما تركته حتى عندما أراد أن يخرج إلى الحبشة لم تقل أبقى جوار أبي وإنما خرجت مع زوجها فلما مرضت واشتد عليها المرض بقي برفقتها فلما لحقت بربها ملأ الحزن قلبه الصلة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أستديم هذه الصلة أيا رسول الله صلة كانت بيني وبينك جاء أمر الله تبارك وتعالى ففصمها أريد أن أستديم هذه الصلة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا عثمان أزوجك أختها فيتزوج بعد السيدة رقية السيدة أم كلثوم فيكون الوحيد من الناس الذي فاز بزواج بنتي نبي وليس في الناس قبل ذلك من تزوج بنتين لنبي إلا سيدنا عثمان رضوان الله عليه ولذلك سمي بذن نورين لأنه أخذ النور الأول من السيدة رقية وأخذ النور الثاني من السيدة أم كلثوم حتى إنه ورد في الأثر أن عثمان ينادى في السماء بذن نورين لأنه كانت له زوجتان وهما بنتان لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلما لحقت السيدة أم كلثوم بربها قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عثمان لو كانت لنا ثالثة لزوجناك لكن ورد عندنا أمر عجيب في سيرة سيدنا عثمان سيدنا عثمان لما حدثت الفتنة الكبرى كان من الناس من يعيب على سيدنا عثمان وعليه أمور أخرى فجاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن العباس فقال له إن عثمان فيه وفيه وفيه قال يا هذا إن عثمان تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة رقية والسيدة أم كلثوم لو جاءك رجل يريد أن يتزوج ابنتك أكنت تزوجه قبل أن تسأل عنه قال ما كنت لأفعل ذلك أبدا قال أتظن رسول الله زوج عثمان قبل أن يستخير ربه فيه قال استخار ربه قال ولو أن ربه قال له إن عثمان فيه ما فيه أكان يزوجه ابنته قال لا ما كان ليزوجه ابنته أبدا قال هب أنه زوجه الأولى فلما لحقت بربها حين أراد أن يزوجه الثانية لو كان فيه شيء أكان الله عز وجل يجيز لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته الثانية قال ما كان الله ليجيز له أبدا أن يزوجه ابنته الثانية قال قد كان عثمان فينا معدودا من خيارنا وكنا لا نقدم عليه في الفضل إلا أبا بكر وعمر فأبو بكر وعمر هم الذين تقدم على عثمان رضوان الله عليه ولم يتقدم عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلهما أحد سيدنا عثمان له موقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على عظيم أدبه ومع عظيم الأدب على تمام التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم ليخرجوا للعمرة عمرة الحديبية التي ترتب على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلح الحديبية فلما وصلوا إلى هذا المكان عند بئر الحديبية وعلموا أن قريشا تريد أن تمنعهم قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال يا عمر أخرج إلى القوم فأعلمهم أن ما جئنا نقصد قتالا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان مسؤولا عن السفارة في الجاهلية وهو أدرى بإدارة الحوار في السفارات وفي المفاوضات التي تكون بين قريش وبين القبائل قال اذهب يا عمر فقال عمر يا رسول الله إن بيني وبين قريش ثارات بيني وبينهم فأر كبير منذ أسلمت وليس لي في مكة من يمنعني إن لجأت إلى أهل أمي فقد قتلت خالي وإن لجأت إلى أهل أبي فقد قتلت عمي فليس هنا من يمنعني وليس هنا من يمنعني أفلا أدلك يا رسول الله على أعز قريش على قريش وعلى أحب قريش إلى قريش قال من؟ قال عثمان يبقى إذا أردت أن تعرف مقام سيدنا عثمان هنا فقد كان عثمان رضوان الله عليه مرضيا من الجميع وكان له المقام لأدبه وحيائه وأخلاقه كان له المقام عند الذين آمنوا وعند من بقي على شركه من أهل القريش فأرسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان وهو في ملابس إحرامه فلما وصل سيدنا عثمان أجاره أحد أبناء عمومته ولقي أبا سفيان وكان أبا سفيان في ذلك الوقت زعيما لقريش ولقي سادات قريش فقالوا له يا عثمان لن يدخلها محمد علينا أبدا ولكن إن أردت أنت أن تطوف وتسعى وتقضي عمرتك أذن لك انظر إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لم يمكن من دخول مكة وأرسل عثمان رضوان الله عليه سفيرا عنه ليبلغ لهم رسالته فنجد أن قريشا تأذن لسيدنا عثمان إذا أردت أن تطوف فطف إذا أردت أن تستلم الحجر استلم إذا أردت أن تقضي عمرتك افعل ذلك يأتي هنا موقف الرجال سيدنا عثمان يقول ما كنت أبدا لأطوف قبل أن يطوف رسول الله أنت عند الكعبة والرسول صلى الله عليه وسلم منع أن يصل إلى هنا وقد أذن لك قال لا ما كنت لأتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا هذا مبدأ يرسيه سيدنا عثمان لكل سفير ولكل مبعوث ليس لك أن تستقل بمنفعة لذاتك ليس لك أن تستقل بأي شيء تحتكره لنفسك لم تأذن لك دولتك فيه البعض إذا خرج بحجة أنه دبلوماسي أو 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 قد ربما يتاجر ربما يكتسب منافع ربما يكون علاقات بعيدا هذا كله أنت مبعوث باسم هذه الدولة وأنت مرسل معك ما أمرت به وفقط ليس لك أن تتجاوز المهمة التي خرجت من أجلها وليس لك أن تسعى إلى مكسب شخصي أو إلى منفعة ذاتية بعيدا عن المهمة التي كلفت بها هذا ما أرساه سيدنا عثمان رضوان الله عليه فقالوا له إذن أمهلنا ثلاثة أيام حتى نفكر ونرى رأينا ماذا رأوا وماذا قالوا هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا القادمة أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والسداد والغنى في ديننا ودنيانا وآخرتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة